السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم لتعلم الاسبانية معكم سناء كالعادة في هذا الدرس نتعلم كيف نتحدث في الماضي باستعمال أشهر الأفعال والأكثر استعمالا في الاسبانية هل أنت مستعد؟ هيا نبدأ على بركة الله إذن البارحة بالاسبانية هي عيير فمثلا إذا أردت أن أقول نسيت أو البارحة نسيت كيف أقولها إذن حاول أن تركب معي هذه الجملة إذن عيير نسيت كيف نقولها جيد أول بي ذي أول بي ذي أول بي ذي الموعد بالاسبانية هو جيد ثيتا ثيتا ولكن الموعد يوجد موعد خاص بي موعد خاص بصديقي موعد خاص بأحد أفراد العائلة فالماوعد الخاص بي نقول موعد خاص بي ذي موعد خاص بي ذي طبيب الأسنان جيد فالبارحة نسيت موعدي مع طبيب الأسنان هيا كيف نقولها أي زي المشاهدين حاولوا أن تكتبوا كل كلمة كل فعل كل حرف كل أداة ربط كل جملة حاول كتابتها سواء عندك في الدفتر أو في التعليقات استغل الوقت أو استغل الفرصة واكتب كل ما تسمع وكل ما تقرأ لتتركز المعلومة في ذهنك إذن البارحة نسيت موعد مع طبيب الأسنان فنقول جيد هذا جيد إذن كان يجب علي البارحة كان يجب علي إذن فعل الوجوب نقول الفعل غير مصرف نقول تنير ك تنير ك وكان يجب علي نقول بالأسبانية استمع جيدا هذه الأفعال في الماضي يجب أن تحفظ عن دهر القلب إذن كان يجب علي ليس تنغو ك تنغو ك الآن الآن تنغو ك والبارحة نقول طوبي ك طوبي ك البارحة طوبي ك عدير عفوا نعم البارحة طوبي ك إذن كيف أقول البارحة نسيت موعد مع طبيب الأسنان وكان يجب علي يلاحظ الجملة كم هي طويلة ولكن إذا ركبناها ستكون أسل بها ذي الطريقة نعم مهلا جيد عير ألبيدي مثي تاكن الدينديستا يتوب ك توب ك مثلا تحديد المواهد نقول بروغرامار بروغرامار أفعل بروغراما بروغرامار وإعادة البرماجة مثلا سنعيد برمجة هذا المواهد سنقوم بتحديده مرة أخرى إذن بروغرامار بروغرامار وإعادة البرماجة نقول ري بروغرامار ري بروغرامار ري بروغرامار إذن كان يجب علي إعادة برمجة نقول جيد توب كبروغرامار توب كبروغرامار في البداية قلنا لاثيتا لاثيتا المواهد ولكن هنا إذا قلنا توب كرر ري بروغرامار لاثيتا سيكون لدي يتكرار في الجملة أجير أول بداي من ثيتا كون الدينديستا يتوب كرر ري بروغرامار لاثيتا بوس لاثيتا هنا جاءت مكررة لتفادي هذا التكرار نأخذ كلمات لاثيتا لاثيتا راحل معي لاثيتا بماذا بدأت هذه الكلمة نعم لا إذن هذه الكلمة مؤنث شونا بلاورة فمينينا شونا بلاورة فمينينا إذن سنأخذ أدت التعريف لا ونقوم بإلصاقها مع الفعل الريبروغرامار ماذا ستصبح لدينا شيد ريبروغرامار لا ريبروغرامار لا لأجل الغد لأجل الغد الغد هو ليس لامانيانا لامانيانا هي الصباح ولكن غدا هي مانيانا مانيانا إنتون ثيرت توكي ريبروغرامارلا para مانيانا هيا فلنعيد الجملة كاملة إذن البارحة كان لدي موعد مع طبيب الأسنان وعفوا البارحة نسيت موعدي مع طبيب الأسنان وكان يجب علي إعادة أخذ موعد لأجل الغد لاحظ معي هذه الجملة كم هي طويلة ولكن هي سهلة جدا هيا اكتبها لي في التعليقات لنرى كم معنا من متتبع يكتب الدرس ábا? ايه احبقت آخر اركضي قمنا بتركيبها ليس كذلك لكن وجب علينا أن نتدرب على التحدث بسرعة إذا لم تتحدث بسرعة لن تفهم الشخص الذي يتكلم معك أيضا أن الإسبان عادة أو هم في الأصل يتكلمون بسرعة فلاحظ معي كيف ستقوم بقراءة هذه الجملة على مسامعكم بسرعة ثم بسرعة أكبر وكذلك أشخاص لن أشخاص ست 오케이 هيا هيا أجل هيا هيا . تتضمن كل الفعلين olvidé و olvidé مثلا سأخذ معكم جملة مثلا لقد نسيت شراء الحليب من السوبر ماركت وكان يجب علي أن أذهب من جديد الفعل نسيت تعرفنا عليه وكان يجب علي تعرفنا عليه نسيت هي olvidé وكان يجب علي توبك إذن فعل شراء كيف نقول استرى يسترى سأييت كمPRAR كمPRAR إذن نسيت شراء الحبز من السوبر ماركت نقول سأييت olvidé كمPRAR پان في السوبر ماركت وكان يجب علي أن أذهب إذن فعل ذهب أي الذهب هو إير إير إذن كمي يجب علي أن أذهب يجب علي أن أذهب يجب علي أن أذهب تُوبي كي ير تُوبي كي ير موشت ده تُوبي جسد تُوبي من أجل pues olvidé comprar pan en el supermercado y tuve que ir de nuevo mira cómo es fácil lo de hablar español es muy fácil solo hay que practicar hay que practicar y hay que practicar خاص con فقط التطبيق مثلا en أذهب لأحضر شخصاً من المطار من المدرسة من المحطة نستعمل الفعل recoger recoger إذن نستعمل أحضر أختي من المطار إذن نقول نستعمل olvidé أن أحضر recoger أختي a mi hermana a mi hermana ¿de dónde? ¿de dónde? ahí no del aeropuerto del aeropuerto repetimos olvidé recoger a mi hermana del aeropuerto olvidé recoger a mi hermana del aeropuerto al momento vamos a repetir la frase olvidé recoger a mi hermana del aeropuerto y tuve que ir al momento كيف نقول بالإسبانيا الآن إنها تنتظر هناك الآن إنها تنتظر هناك أنتظر إجابتكم في التعليقات سأترك لكم هذا السؤال كمجال مفتوح لكي تبحثوا دائما يجب أن أبحث مثلا وجدت هذه الجملة الآن إنها تنتظر هناك إذن أنا نسيت إذا تنتظر لكي تنتظر الآن إنها تنتظر هناك أكمل الجملة في التعليقات والآن أصدقائي إلى هنا قد وصلت معكم لإنهائة هذا الدرس ترقبوني في درس جديد إن شاء الله لا تنسى الاشتراك في القناة إذا كنت أول مرة تشاهدها وكذلك أن تفعل جرس التنبيهات لكي يصلك جديد الفيديوهات القادمة مع أصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته